انت بتتكلم ان روسيا ومصانع الروسية دخلت في الانتاج الحربي والانتاج العسكري بتنتج اقصى ما يمكن من الاسلحة ممكن تنتجها وده شيء خطير جدا يوضح لك ان الروس مستمرين للنهاية وهنا حرجع لك بمقالة كانت جاي بها نيويورك تايمز بتقول لك خبراء الناتو اللي بيفحصوا الاسلحة الروسية اللي بيتم قصف بها اوكرانيا اكتشفوا ان السواريخ الروسية اللي نزلت على اوكرانيا مصنعة من شهرين يعني معنى كده الروس جاهزين للحرب دي من 2014 عملين يصنعوا سواريخ ومش كده وبس انت بتتكلم ان الروس قادرين على اختراق العقوبات وقادرين على تصنيع سواريخ لحد دلوقتي برغم العقوبات القاسية جدا على المصانع الروسية العسكرية ومش بس كده خلي بالك ان روسيا والجيش الروسي بيتمتع بقدرة كبيرة من الزخائر لان هو بيستخدم زخائر حتى من ايام الاتحاد سوفيتي كان عنده جزء كبير من الزخائر دي زخائر قديمة وكان بيستخدمها في حرب روسيا ووكرانيا والدليل على كده ان في بداية حرب روسيا ووكرانيا كان بيتم سقوط مدنيين كتار جدا لان الزخيرة تبع الاتحاد السوفيتي دي او الزخيرة القديمة غير موجهة فبيقع ضحايا كتير جدا من مدنيين نتيجة للزخيرة القديمة اللي بيستخدمها الجيش الروسي بس كده اقول جدا روسيا ما زالت مكملة في الحرب دي باي شكل الغريب هنا ايه اللي الراجل بيقوله بيقوله خلي بالك من نقطة مهمة ان الجيش الروسي دلوقتي بيستخدم استراتيجية غريبة شوي او استراتيجية جديدة في الحروب وهي ايه هو ان هو بيقصف المدن ناس قصف المدن ده هو عملية معقدة لجأ لها قائد الجيش الروسي الجديد في حرب اوكرانيا وان هو ابتدى يقصف العاصمة كييف والاهداف المدنية محطات الطاقة محطات تأتفاقة وكان ده بيقوله ده بيخلي استهلاك روسيا من الزخائر اكتر بكتير واسرع بكتير من انتاج يعني حتى ما فيش مصانع روسية تكفي الانتاج ده كله والاحتياجات الروسية خاص وبرغم كده الروس مكمليه في استراتيجياتهم الجريبة ان كل هجمة روسية على المدن الاوكرانية بتكون في حدود من سبعين لميت ساروخ شوفت ده يه الروس بيكصفوا اوكرانين بمنتهى الشراسة